أما الآن فينضم إلينا من الخليل الدكتور بلال الشوبكي رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة الخليل دكتور أهلا بك على شاشة الغد نبدأ معك بدلالات توقيت عملية اغتيال إسماعيل هنية وماذا أيضا عن دلالات المكان يعني اغتيار طهران لعملية الاغتيال ربما يحمل في طياته الكثير من الرسائل يعني أولا بالنسبة للتوقيت نحن نتحدث عن بن يمين نتنياهو الذي عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وهو يستشعر أنه قد حسن من ظروفه على المستوى الداخلي الإسرائيلي وأنه قد اضمأن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون لديها رؤى مختلفة أقصد الإدارة الأمريكية الحالية عن الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بكيفية التعامل سواء مع الأخطار الداخلية والخارجية لإسرائيل لأنها في نهاية المطاف ستمضي قدما في دعم إسرائيل أيا كانت خطوات إسرائيل ولذلك يبدو أن مثل هذه الخطوة من حيث التوقيت تأتي على قاعدة هذا الإضمئنان المسألة الثانية أنها تأتي على قاعدة عدم تحقيق شيء في قطاع غزة من الأهداف التي ذكرت في بداية هذه الحرب وبالتالي تبدو إسرائيل بحاجة إلى تقديم هذه الصورة للمجتمع الإسرائيلي وكنا دائما ما نتحدث على هذه الشاشة عن حاجة إسرائيل لمثل هذه الصورة التي تقدم للمجتمع الإسرائيلي على أنها من الصور الكبرى التي يمكن ترويجها كجزء من الانتصارات أو الإنجازات الإسرائيلية لكن هذا الأمر في حقيقته مكرر في السياق الإسرائيلي ولم تفلح الحكومة الإسرائيلية بتمريره للمجتمع على أنه إنجاز عظيم بالرغم من خطورة هذه الفطوة وقسوتها وقوتها وربما تأثيرها على المزاج العام في إسرائيل إلا أنها في نهاية المطاف ستواجه بأسئلة مهمة ماذا بعد وهذه بدأت بالمناسبة بعد ساعات قليلة من هذه العملية بدأت الأصوات تتعالى في المجتمع الإسرائيلي حول هذا الموضوع بالنسبة للمكان هذه الضربة تأتي ضربة ليس فقط للفصائل الفلسطينية لحركة حماس وإنما للجمهورية الإيرانية وبذلك تريد إسرائيل أن ترمم صورة الردع على المستوى الإقليمي وأن تظهر يدها على أنها هي اليد العليا وهنا نحن نتحدث عن سيناريو واحد من السيناريوهات التي يمكن أن تكون قد حكمت إسرائيل في هذه الفطوة السيناريو الأول وهي أن تتوقع إسرائيل أنها بعد إقدامها على مثل هذه العملية أن تتداعى أطراف إقليمية ودولية على إيران من أجل محاولة ضبط الرد لذلك وهي بالمناسبة لديها تجربة سابقة التجربة السابقة كانت حين هجمت السفارة الإيرانية في سوريا كان الرد الإيراني ردا قابلا للإحتواء وهذا الأمر ربما هو الذي يحكم السيناريو الأول أن إسرائيل تتوقع أن يكون الرد الإيراني ردا قابلا للإحتواء فتظهر على المستوى الإقليمي أنها نفذت عملية مهمة طالت شخصية بارزة سواء شخصية إسماعيل هانية في طهران أو شخصية فؤاد شكر في الضاحية في جنوب لبنان آسف في بيروت ولذلك نحن نتحدث عن إسرائيل التي تريد أن تقدم هذه الصورة في ظل قدرة على احتواء الرد سواء من حزب الله أو من إيران هذا سيناريو السيناريو الثاني وهو الأكثر خطورة أن إسرائيل حين أقدمت على مثل هذه العملية إنما أقدمت عليها وهي تدرك أن هناك ردا قاسيا سيكون من أطراف عدة سواء من حزب الله أو من إيران وهي بذلك إما أنها تريد جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الساحة الإقليمية بحيث تفرض عليها المشاركة في عمليات عسكرية بشكل أو بآخر ضمن هذه المنطقة وهي رؤية بن يمين نتنياهو لتشكيل تحالف على المستوى الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي تعرض لها إسرائيل وتصورها على أنها تهديدات لكل هذا التحالف الغربي في المنطقة وليس فقط لإسرائيل وهي مطمئنة تماما لإطمئنان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن لم تكن راغبة بذلك فهي مضطرة لمثل هذا الموضوع ومضطرة للتدخل حتى لو كانت غير راغبة بالانخراط في هذه المواجهة وهذا الأمر تمثي أكثر من مرة حقيقة اختبار الموطف الأمريكي أنها أعلنت صراحة عن عدم رغبتها بتوسيع الصراع في المنطقة لكنها كانت جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة مع إسرائيل حين اضطرت إسرائيل لمواجهة بعض القضايا المرتبطة سواء بإيران أو المرتبطة بالحوثيين في اليمن أو حزب الله عظيم دكتور أنت ذكرت نقطة مهمة ماذا بعد؟ هل نحن أمام ربما انتظار رد حركة حماس على عملية الاغتيال بالإضافة إلى انتظار أيضا رد حزب الله على القائد الذي تم اغتياله أمس في إضاحية بيروت وأيضا بانتظار الرد الإيراني أم أن ربما إسرائيل سوف تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على هذه الأطراف للجلوس والتفاوض والاكتفاء بما تم اغتياله؟ أولا بالنسبة لطرف حركة حماس هي موجودة أصلا الآن في الميدان وبالتالي لا يتوقع منها شيء إضافي لما تقوم به الآن الردود المتوقعة هي ردود من حزب الله على اعتبار أنه حصل تغيير في السلوك الإسرائيلي تجاه حزب الله وضرب الضاحية الجنوبية التي وضعت حزب الله قاعد لها أن ضرب الضاحية معناها ضرب تلابين وبالتالي الاعتداء على هذه المنطقة من بيروت تحديدا تستوجب من حزب الله وفقا لقواعد حزب الله ردا مماثلا لذلك ما زال الرد متوقع حتى لو كان هناك ضغوط أمريكية الرد من إيران لدينا تجربة المعضلة التي وقعت فيها إيران الآن أن العملية تمت في الأراضي الإيرانية وحين نتذكر أن هناك عملية تمت على السفارة الإيرانية في دمشق بالأعراف الدبلوماسية الاعتداء على السفارة يعني الاعتداء على أرض الدولة المالكة لهذه السفارة وبالتالي لدينا تجربة شبيهة نوعا ما بمعنى أن الاعتداء الذي تم بالأمس على داخل الأراضي الإيرانية ليس الاعتداء الأول ورأينا في ذلك الوقت كيف كان الرد الإيراني إذا كان هناك رد إيراني وأظن أن هذا الأمر سيتم لن يتجاوز الحدود التي تمت حين ضربت السفارة الإيرانية في دمشق لذلك الضغوط التي قد تفرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أخرى هي الحفاظ على حدود الرد الإيراني وردود حزب الله في هذا المستوى بمعنى رد سيكون مختلف لكن رد قابل للإحتواء هذه هي ربما التدخلات الأمريكية لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بدغطها أن تمنع هذه الأطراف من الرد بأي شكل من الأشكال لنعود إلى عملية اغتيالة سيد إسماعيل الهنية أو الدكتور بلال يعني لا يوجد حتى هذه اللحظة اعتراف إسرائيلي بأنها هي من قامت بهذه العملية مع العلم أن اغتيال رمز للمقاومة الفلسطينية كإسماعيل الهنية كما ذكرتم أنه يشكل ورقة قوية لتجسيد صورة النصر التي يبحث عنها نتنياهو لتقديمها إلى الداخل الإسرائيلي سؤال مهم جدا لو سألنا الآن سؤال داخل المجتمع الإسرائيلي هل لديكم شك بأن إسرائيل هي التي نفذت العملية؟ ستكون الإجابة قطعا لا لا يوجد شك هناك يقين أن إسرائيل التي نفذتها وبالتالي الصورة قد تحققت دون إعلان رسمي وإن لم تعلن إسرائيل فعلا حتى هذه اللحظة ونحن لا ندري حتى هذه اللحظة إن كانت إسرائيل ستبقى في هذه السياسة أم ستعلن لاحقا لكن إن احتفظت بالصمت لفترة لا متناهية هذا معناه أنها حققت ما تريد أولا الجميع يتعامل على أن إسرائيل هي التي نفذت لكنه يعزز السيناريو الذي تحدثنا عنه في البداية وليس السيناريو الثاني بمعنى عدم الإفساح عن أن إسرائيل هي من تقف وراء هذه العملية يعزز السيناريو الذي يريد أن يسمح للوسطى وللأطراف المعنية على المستوى الإقليمي والدولي بأن تحعث إيران على عدم الرد بصورة كبيرة جدا وإنما الرد بصورة قابل الاحتواء وهذا يساعد إيران على اتخاذ مثل هذا القرار بمعنى عدم اعتراف إسرائيل بالعملية وفي البداية كنتم تذكرون قبل ساعات إيران لم تسارع لإعلان مسؤولية إسرائيل في البداية قالت أن من اعتدى سيتم الاعتداء عليه في البداية قالت أن هناك صاروخ أطلق من دولة ما دون أن تحدد هذه الدولة إلى أن جاء تصريح المرشد لكن في نهاية المطاف التصريحات الإيرانية حذرة جدا وعدم إعلان إسرائيل حتى هذه اللحظة وأقول حتى هذه اللحظة لأنه ربما يعني تقصد حضرتك دكتور في سؤال الأخير إذا تكرمت وسمحت لي لا نتوقع رد موجع من قبل طهران على عملية الاغتيار نتوقع رد كبير لكن إذا لم تحدد التطورات يعني إضافية حتى هذه اللحظة الرد الكبير هو رد قابل الاحتواء ويعني أقصد بذلك شبيه بنموذج الرد الذي قدم على عملية السفارة حين أقدمت إيران على إطلاق دفعة من الصواريخ والمسيرات لكنها لم تكن ذات أثر كبير من الناحية العسكرية وبالتالي كانت قابلة لإحتواء وبلعتها إسرائيل إنجاز التعبير كانت قابلة لإحتواء ولم تؤدي إلى تطوير الأوضاع على المستوى الإقليمي لمستوى متفجر جدا لكن هناك عوامل أخرى قد تحدث هذه العوامل مرتبطة بما سيجري من تصريحات من قبل إسرائيل في ساعة لاحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر